أهلا بكم مشاهدين الكناة في النشرة الجوية وقدمها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة قصف على المدن الشمالية بالجنوب صحب رعدية على أقصى وشرق الصحراء حتى مرتفعة الأوقر والتسيدي نستهل نشرة الجوية بسورة القمر الاستناعي توضح لنا أجواء صافية إلى قليلة الصحب على المدن الشمالية نمر إلى حالة التقسى المرتقبة لظاهرة اليوم نتوقع أجواء مغشات على غرب البلاد مع رعود منعزلة بالمدن الداخلية للوطن تقس مشمس على وسط وشرق البلاد مع رعود منعزلة على الأوراس والمناطق الداخلية بالجنوب صحب رعدية على أقصى الصحراء حتى الجنوب الشرقي ومنطقة سندوف لكن يبقى التقس مشمس وسافي على باقي المدن الجنوبية مع تطاير لرمال على وسط الصحراء درجات الحرارة القصوى لظاهرة اليوم تصل إلى 34 درجة على وهران 35 درجة بالجزائر العاصمة 32 درجة عن نابت 39 درجة بقلمة 36 درجة على ستيف 35 درجة على باتنة 38 درجة على تيزي وزوت 39 درجة لغوات 46 درجة بعين سالح 44 درجة أقول على أدرار إيزي وجانات 45 درجة على منطقة سندوف وعينغزام وعن الوضعية الجوية المتوقعة لليلة اليوم ليلة الجمعة إلى السبت نرتقي باجوة مستقرة وصوفية على المدن الساحلية صحب عابرة بالمدن الداخلية حتى الجنوب الشرقي لكن يبقى الصفاء يميز باقي المدن الجنوبية درجات الحرارة الليلية تصل إلى 22 درجة على منطقة وهران حتى منطقة عن نابة وقلمة 19 درجة على جزائر العاصمة 21 درجة على تيزي وزو البيض واتلمسان 29 درجة بعين سالح وأدرار 24 درجة بتيندوف 28 درجة على إيزي وجانات و30 درجة على عينغزام نصل بكم مشاهدين لحالة البحر لنهار اليوم سيكون هادئ إلى قليل الاتراب على السواحل الغربية والوسطى مع رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتروح سرعتها ما بين 20 حتى 40 كم في الساعة بالسواحل الشرقية يكون البحر هادئ نتيجة رياح مختلفة الاتجاه تتروح سرعتها ما بين 5 حتى 10 كم في الساعة مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقسي ظهيرة وليلة اليوم والله أعلم جمعة مباركة شكرا لكم على كرم المتابعة في أمن الله